طب ايه اللي بيحصل في تدريبات الزمالك استعداداً لبيترو أتليتكو تعالوا نشوف ما حدودك خض لعبة الزمالك فقر التدريبات بدنية خاصة في بداية المراني النهاردة استعداداً طبعاً لمباراة بيترو أتليتكو هي مباراة ليست لها قيمة على بأي صعيد أو على أي صعيد من الأصعيدة خلاص الزمالك ودى على البطولة بس هي لها ميزة ايه هي الميزة دي بقى؟ فريرة حيجرب حيشوف أكتر يدرس أكتر يجرب لعبة أكتر يشوف الدنيا ماشي أزاي؟ فدي فايدتها اللي بعده فريرة عقد جلسة مع عيمن حفني على هامش مراني النهاردة واتطمن على سير البرنامج التأهيلي اللي بياخد عليه اللاعب قبل المشاركة في التدريبات واللي واقف جنب فريرة هو الدكتور محمد أسامة ومترجم فريرة اللي بعده وصل شيكابالا خوض برنامجه التأهيلي في صالة الجيم واللعب يعاني من إصابة بشد في السمانة تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة أندريف ليب سوزة تولى اللي هو مدرب الأحمال تولى قيادة الفقرة البدنية واللي تضمن التدريبات الجارية حولين الملعب والقفز من فوق الحواجز والإطالات أيمن طهر قد تدريبات قوية لرباع حراسة المرمى بوجاب العواد السيد عطية ومحمد نديم وحارس مدرب الحراسة على تدريب الرباع على سرعة رد الفعل والتصدي للتسليدات القوية ووجهه مصحح الأخطاء اللي وقعوا فيها جاز الفني قام بتسليم اللعيبة بتقسيم اللعيبة إلى ثلاث مجموعات خلال المرند خوض تدريبات فنية بالكرة والتركيز على تمرير الكرة تحت ضغط والتسليم والتسلم الصحيح فريرة برضو قسم اللعيبة المجموعتين لخوض تقسيمها في منتصف الملعب حارس خلالها هو والجاز المعاون على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية وتوجيه اللعيبة وتصحيح الأخطاء اللي وقعوا فيها هيفرق الموضوع ده مع فريرة هيفرق الموضوع ده مع العيبة ناس الزمالك كتير جدا جدا من التصحيح والترتيب والأمور اللي شبه كده تقم تحكيم كاميروني لقيادة مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو بليزيوفن هو اللي حيدير المباراة ألفز جاييه مساعد أول نوبو كارين مساعد تاني فرانك بيتو جامد ده حكم رابع والنبيبي جونان جاكوب مراقبا للمباراة وإزا مالك بالمناسبة حيسافر يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله بإذن الله لأنجولا لمواجهة بيترو أتليتكو ترجمة نانسي قنقر